بدون سابق انذار وفي تصعيد غير مسبوق يهدد بتقويض الحريات جامعة الأنبار تصدر قيودا صارمة على ملابس الطالبات والطلاب والتي شملت منع ارتداء الجينز وحظر استخدام الاكسسوارات والمكياج ومنع ارتداء البنطال لكل الجنسين عصفة من الغضب تصاعدت وسط مخاوف من قمع حقوق المرأة وهو ما يعيد إلى الأذهان نماذج دول كأفغانستان أما شر البلية ما يضحك ويؤلم وينشر حالة الاستنفار والغضب تمثل بصياغة تعليمات المنع والحظر لأي لون والتقيد بألوان محددة كاللون الرصاصي على سبيل المثال وكأنه رصاصة قتلت أمال العراق في أن يمحو غبار ما تراكم بفعل عقلية الإرهاب لسنوات ليحارب مجددا طيفا يشعل فتيل قوانين لا تمت لحقوق الإنسان بصلة تماما كتعديل قانون الأحوال الشخصية لدرجة أن اللسان حالي كثيرين باتوا يتساءلون عن انشغير الحديث عن موضوعات كالمفاخذة حلال هي أم حرام أو سن الزواج أو نوع اللباس بعيدين كل البعد عن واقع المرأة وهضم حقوقها والتي أشبعت بعبارات خارجة عن العقل من قبيل أنها نقصة عقل ودين وكأن العقول باتت تصب تفكيرها فقط في جسد المرأة لا في عقلها الذي يدير وزارات وجامعات ويربي أجيالا ويخرج مسؤولين كبار وهو ما يبعث برسالة تحذير حقوقية تضج في أوساط عراقية ودولية بضرورة إنصاف المرأة حقوقها قبل انهيار النسج الاجتماعي إلى الأسوأ اشتركوا في القناة